المغرب يبدأ تسلم طائرات أكنجي المسيرة من تركيا التي تعتبر من الطائرات الاستراتيجية الهجومية وبها يمكن ضمان السيادة المغربية على كل سمت متر من حدوده مرحباً عزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو قبل أربعة أيام وصلت الدفعة الأولى من الطائرات القتالية بدون طيار من تراز أكنجي إلى المملكة المغربية بعد أن جرى تصنيعها خصيصاً للقوات الملكية وتؤكد المصادر أن النسخة المغربية تتميز بتطورها مقارنة ببعض النسخ التي سلمت لدول أخرى سابقة وعلى مدى العامين الماضيين تلقى عدد من الطيارين المغاربة تدريبهم على تشغيل هذه الطائرات استعداداً لإدخالها في الخدم وكل دولة تحصل على طائرات أكنجي تضع هذه الطائرة في خانة القوات الاستراتيجية للبحث والهجوم وبناء عليه لماذا تعتبر المغرب هذه الطائرة مفتاحاً لأردع الاستراتيجي لها ولماذا يعتبر الخبراء أن هذه المسيرة الهجومية رقم واحد في العالم من حيث المسح الأرضي وتأمين الحدود وكيف تمكن الأتراك من جعل هذه المسيرة ذات مدى بعيد لتكون خارج المنافسة مع بقية المسيرات وما مدى تأثير حصول المغرب على هذا النوع من المسيرات على المملكة والمنطقة خاصة بعد ترويج الجزار أنها أسقطت هذه الطائرة بالقرب من حدودها كل هذا وأكثر سوف أشرح لكم بعد هذا الفاصل أنا حمد القروي برنامجكم عرب شو بلاس أود أن ألفت انتباهكم عزائي المشاهدين إلى الضغط على زر الأعجاب حتى أعرف عددكم ونعود لموضوع حلقتنا حيث كان من المقرر أن تصل الدفع الأولى من مسيارات بيرقدار أكنجي التركية إلى المغرب في الشهر الماضي إلا أن عملية التسليم تأجلت لأسباب لوجستية وقد أبرم المغرب صفقة مع تركيا لاقتناء طائرات بدون طيار متطورة من تراز بيرقدار أكنجي التي تنتجها شركة بايكار التركية وذلك في إطار تعزيز القدرات الدفاعية للقوات المسلحة الملكية المغربية في مجالات المراقبة والهجوم وتم الإعلان عن الصفقة في أغسطس 2023 وبدأ تسليم الطائرات في فبراير 2025 بينما لم تكشف تفاصيل دقيقة بشأن العدد والتكلفة وتتميز بيرقدار أكنجي بقدرتها على التحليق على ارتفاع يصل إلى 4000 قدم مع مدة طيران تمتد حتى 24 ساعة متواصلة كما أنها قادرة على حمل حمولة تسليحية تصل إلى 1500 كيلو جرام تشمل مجموعة متنوعة من الذخائر المحلية مثل صواريخ مام أل ومام تي إلى جانب قنابل موجهة بدقة وركزوا معي جيدا بعد قليل لماذا هذه الطائرة الهجومية تعتبر رقم واحد من حيث مدى عملياتها كما تجهز طائرة أكنجي بأنظمة استشعار متطورة ورادارات تصوير ثلاثية الأبعاد فضلا عن أنظمة ذكاء اصطناعي لتحليل البيانات واتخاذ القرارات ذاتيا ونجحت الطائرة المسيرة التركية بيرقدار أكنجي في اختبار صاروخين بلستيين أسرع من الصوت من طراز UAV-230 وEHA-230 حيث أصاب الصاروخين هدفا على بعد 155 كم بدقة بواسطة الطائرة المسيرة وهذا يعتبر رقما قياسيا عالميا عسكريا فلا يوجد أي مسيرة حول العالم صرحت أن صواريخها يمكنها تحقيق هذه المسافة وبحسب مصادر تركية فأن الصاروخ UAV-230 الذي يصل مدها التشغيل إلى 150 كم هو النظام الوحيد الذي يتم أطلاقه من الطائرات بدون طيار في العالم والذي يحقق هذه المسافة وتمتلك القوات المسلحة التركية أنظمة فعالة خاصة لضرب مواقع الدفاع الجوي والأهداف ذات القيمة العالية من مسافة آمنة ويأتي هذا الاختبار في إطار جهود تركيا لزيادة قدراتها الدفاعية والعسكرية في مجال الطائرات المسلحة بدون طيار والمجهزة بصواريخ فائقة التطور والنسخة المغربية من طائرة أكنجي قادرة على حمل هذه الصواريخ وبالتالي هذا يضع المغرب ضمن دول قليلة تمتلك مسيارات هجومية قادرة على قصف أهداف بعيد باستخدام صواريخ تفوق سرعة الصوت وبدقة عالية وهذا أيضا أمر مميز للمغرب فلا يوجد أيضا إلا عدد قليل من الدول التي لديها القدرة على امتلاك صواريخ جوية تفوق سرعتها سرعة الصوت كما أعلنت تركيا في فبراير الماضي أنها نجحت في اختبار تقنية بصرية جديدة للطائرات بدون طيار تم تطويرها محلية وهو أحدث تقدم في النظام الحيوي الذي كانت تستورده من الخارج لسنوات وتم اختبار نظام الاستطلاع والمراقبة والاستهداف الكهروضوئي اسفيلر 500 الذي طورته شركة السلسان التركية بواسطة المركبة الجوية القتالية بدون طيار بيراكدار أكنج موضوع هذه الحلقة التي أصابت هدفا متحركا في البحر وفقا لمقطع فيديو شاركته الشركة المطورة للطائرة بدون طيار بايكار وأظهرت لقطات الفيديو أكنجي الشقيق الأكبر لطائرة بيراكدار توبيتو بدون طيار التي أثبتت فعليتها في المعركة وهي تستخدم بودئ الاستهداف اسفيلر 500 لتدمير سفينة سطحية بدون طيار من طراز الباتروس باستخدام الذخيرة الذكية مام تي ومام ال التي طورتها أيضا شركة روكيتسان التركية العملاقة في مجال الصواريخ ويعد النظام الكهروضوئي تقنية أكثر تقدما مقارنة بنظام استهداف الفتحة المشتركة كاتس التي طورته شركة السلسان التركية بعد أن أوقفت كندا بيع هذه المعدات لتركيا في 2020 واقترحت وتواءن النظام الملحق بالطائرة بدون طيارة تركية الصنع قد استخدمته أذربيجان أثناء قتال القوات الأرمينية المحتلة بشكل غير قانوني لكاراباخ وهو الجيب الأذربيجاني الذي تم تحريره منذ ذلك الحيء وشملت المعدات المحظورة أجهزة استشعار ويسكام المستخدمة في طائرات بيرقدارتو بتوء التركية الشهيرة والتي طورتها شركة بايكار أيضا كما أعلنت كندا في هذا السياق إلغاء ضوابة تصدير الأسلحة على أجزاء الطائرات بدون طيار بما في ذلك نظام التسوير والاستهداف بعد وقت قصير من موافقة تركيا الرسمية على طلب السويد لعضوية الناتو بالتالي حاجة تركيا للسلاح والقيود الغربية على توريد عدة أسلحة لها جعل منها عملاق صناع متقدم في الصناعات العسكرية والمغرب يسير في هذا الطريق فضمن استراتيجية توطين التكنولوجيا العسكرية داخل المملكة المغربية تم الاتفاق مع شركة بايكار التركية على إنشاء مصنع عسكري في منطقة بنسليمان لتجميع وتصنيع طائرات مسيرة جديدة مما يساهم في تعزيز القدرات الصناعية الدفاعية المحلية ويأتي هذا التوجه ضمن جهود المغرب المستمرة لتحديث قواته المسلحة حيث سبق أن اقتنى طائرات بيرقدار 2B2 عام 2021 إضافة إلى أنظمة مسيرة أخرى من مصادر مختلفة ومن خلال هذه الصفقة يعزز المغرب موقع الاستراتيجي في المنطقة مستفيدا من التكنولوجيا المتطورة للطائرات المسيرة لتقوية دفاعاته وقدراته الهجومية وأوروبا تنظر إلى التقارب المغربي التركي كونه تقارب غير مرغوب به صراحة لأنها تخشى قيامة تركيا جديدة من حدودها الغربي لأن المغرب يقع في الجنوب الغربي لأوروبا وتركيا تقع في الجنوب الشرقي لقارة أوروبا وصعود هتين الدولتين عسكريا يحركوا ذاكرة الأوروبيين الذين كانوا تحت حكم المغاربة والأتراك لعدة قرون فحتى أن نسيت أغلب شعوب المنطقة العربية والإسلامية تاريخهم فالأوروبيون لم ينسوا هذا بعد وعلاوة على ذلك فعديد الخبراء يرون أن طائرة أكنجي التركية ليست طائرة هجومية فقط بل هي طائرة استطلاع بامتياز كيف لا؟ وقد لعبت هذه المسيرة دورا حاسما في التعرف على حطام مروحية الرئيس الإيراني رئيسي بعد أن فشلت أغلب دول العالم المشاركة في البحث في كشف مكان وقوع هذه الحادثة ولأول مرة في التاريخ تم بث عملية البحث والإنقاذ على الهواء مباشرة من خلال كاميرا الطائرة أكنجي مما اجتذب جمهورا يزيد عن 5 مليون مشاهدة وعلى الرغم من الظروف الجوية السيئة التي أجبرت الطائرات البحث والإنقاذ الأخرى على الهبوط أكملت الطائرة بدون طيار بيرك دار أكنجي مهمتها بنجاح وعادت بأمان إلى قاعدتها في تركيا ما يعني أن هذه المسيرة استثنائية بكل المقيس وليس فقط من حيث الجانب النظري بل أيضا في الجانب التطبيقي وبهذا يمكن القول أن المغرب حصل بالفعل على مسيرة استثنائية ستمكنه من مراقبة حدوده البحرية والترابية عبر هذه المسيرة التركية القادرة على تفحص كل ذرة رمل في الصحراء المغربية بالتالي ليس بغريب أن يتم تصدير بيرك دار توبيتو إلى 33 دولة وأكنجي إلى 10 دول حول العالم والمغرب أدرك مبكرا أهمية هاتين المسيرتين بهذا اشتراهم الأثنين وعدت أسلحة أستراتيجية تركية أخرى ووفقا لتصريحات المدير العام لشركة بايكار خلوق بيرك دار لمجلة كابيتل تنتج الشركة حوالي 250 طائرة مسيرة من تراز بيرك دار توبيتو و50 طائرة هجومية مسيرة من تراز أكنجي سنويا وتخصص بايكار جزءا كبيرا من إرادتها للأنشطة البحثية والتطويرية حيث أنفقت 250 مليون دولار على البحث والتطوير في عام 2023 وحاليا تضم بايكار فريق عمل يتكون من 4500 شخص بينهم 2000 مهندس و2500 فني وفي وقت سابق من هذا العام أعلن خلوص بيرك دار أن الشركة طورت محركا محليا لطائرة بيرك دار توبيتو وأضاف قائلا لدينا هدف إنتاج 20 وحدة هذا العام ونخطط لحقا لإنتاج المتسلسل كما تستخدم طائراتنا بيرك دار أكنجي وبيرك دار كازال ألمة محركات توربينية وأوضح بيرك دار أنه قرر العام الماضي الاستثمار في هذا المجال وهم حاليا بصدد إعداد استثمار كبير خلال السنوات الخمسة القادمة ليستثمر 300 مليون دولار لإنتاج محركات هذه الطائرات محلية وهذا الرفع في الطاقة الإنتاجية لشركة بايكار يعود أيضا للتقارير بناء مصنعين ذهاء خارج تركيا واحد في المغرب والآخر في أندونيسيا بالإضافة إلى بعض الدول الأخرى مع الرفع في ميزانية البحث والتطوير والجدير بالذكر أن شركة بايكار التركية للتكنولوجيا المتعلقة بالدرونات اتأكدت رسميا من خلال منشور لها عبر موقع إكس تناولا نتائج السنوية ليناير المنصرم أنها سلمت المملكة المغربية طائرات مسيرة من تراز بيرقدار توبي تو في أغشت الماضي دون الكشف عن مزيد من التفاصيل وفي الشهر ذاته أسست بايكار شركة لها في المغرب تحت اسم أطلس ديفانس وفق ما نشرته الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية الصادرة بالعدد 5857 من الجريد الرسمية وينص الإعلان سالف الذكر على تأسيس شركة مغربية تحت اسم أطلس ديفانس سالر تكون متخصصة في تصميم وتصنيع وتطوير وصيانة الطائرات بدون طيار وتصنيع وبيع قطع غيار للطائرات بدون طيار وتصميم وتصنيع وتطوير وبيع المنتجات والأنظمة التكنولوجية لصناعة الدفاع مع تصميم وإنتاج وتجميع الأجهزة الإلكترونية والبرمجيات والأجهزة والأنظمة الميكانيكية مما سيكسب المغرب خبرة مهمة في هذا المجال وتكوين يد عاملة مدربة بالتالي فأن توفر المغرب على هذا الصنف من المسيرات يمثل إضافة جد قوية للقوات الجوية الملكية سواء من خلال المواصفات التقنية أو القدرات القتالية خاصة وأن القدرات القتالية في هذه المسيرة دائمة التطوير بشكل لا ينقطع ففي وقت سابق من شهر مارس أورد بيان للشركة المصنعة لهذا الصنف من المسيرات أن مسيرة بيرقدار أكنجي سبق أن حققت إنجاز الارتفاع لحوالي 45118 قدماً وهو رقم قياسه في تركيا مع التحليق لمدة 100 ألف ساعة والمغرب يعول أيضاً عبر شراء هذه المسيرة في تكرير التجربة التركية في مقاومة الجبهات الانفصالية لأن تركيا قامت بتصفية العديد من قادة حزب العمال الكردستاني بهذه المسيرة وكانت تركيا تعاني من هذا التنظيم الانفصالي منذ عام 1978 تاريخ تأسيس حزب العمال الكردستاني وتعتبر كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هذا الحزب إرهابياً لأنه أطلق تمرداً مسلحاً ضد أنقرة عام 1984 لإقامة دولة كردية ومنذ سجن أوجلان زعيم هذا الحزب في عام 1999 جرت محاولات عديدة لإنهاء النزاع الذي خلف أكثر من 40 ألف قتيل ليتم في بداية شهر مارس من سنة 2025 وقف أطلق النار مع تركيا بعد دعوة تاريخية إلى إلقاء السلاح وحل الحزب وجهها زعيمه عبد الله أجلان من السجن وهذا جعل الحزب يعلن وقف أطلق النار والمغرب يريد تكرار هذا السيناريو مع جبهة البوليزاريو ليتفرغ للشأن الاقتصادي ونظراً لتوجس الكثير من دخول هذه الطائرة الخدمة في الجيش المغربي تواصل بعض الصفحات والوساءة الإعلامية الموالية لجبهة البوليزاريو الانفصالية حملاتها الدعائية المضللة ضد المملكة المغربية إذ عمدت يوم الثلاثاء إلى ترويج صورة لحطام طائرة عسكرية دون طيار درون زعيمة أنها مغربية ودعى الواقفون وراء هذه الإشاعات أن الطائرة المحطمة أسقطت شمالية مالي والحقيقة أن الدرون تعود لسلاح الجو المالي وتم إسقاطها خلال مواجهة مع جماعات مسلحة محلية من بينها حركة أزويد ويأتي هذا التضليل الإعلامي في سياق محاولات يائسة للتشكيك في قدرات المغرب ولسيما بعد النجاحات الدبلوماسية والسياسية التي حققتها المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية كما يأتي لجوء الأطراف المعادية للمغرب إلى الترويج لمثل هذه الأخبار الزائفة ليعكس حالة من الارتباك والضعف في صفوف خصوم الوحدة الترابية للمملكة إذ باتوا عاجزين عن مجارات الزخم المغربي المتصاعد في مختلف المجالات سواء من حيث الحضور العسكري أو الإنجازات التنموية أو النجاحات الدبلوماسية ولكن يجب القول أن لهذه الطائرة بعض النقاس مثل القدرة على التخفي عن أجهزة الرادار وهذا يعود لكون الطائرة المسيرة ليست من نوع المسيرات الشبحية مثل المسيرات الأخرى على غرار المسيرة التركية كازال ألم وسعرها هو أصلاً 5 مليون دولار في شكله التقريبي وإذا قارنناها بسعر المقاتلة الشبحية الأمريكية F-35 التي يبلغ متوسط سعرها 120 مليون دولار أي أن شراء طائرة واحدة من هذا الطراز قريباً يعادل شراء 24 طائرة أكنجي دفعة واحدة هذا حتى تفهم الفرق بين الأسعار والقدرات وما إلى ذلك بالتالي يمكن القول أن أكنجي تعتبر أفضل اختيار ضمن فئتها وسعرها نظراً لقدراتها الاستثنائية مع تطويرها في كل شهر تقريباً ومن المؤكد أنها ستحمل أجهزة تشويش أكثر تقدماً في المستقبل وستركز أكثر على التحليق على ارتفاعات جوية أكثر حتى يصعب رصدها واستهدافها وهذه النسخة المغربية الأخيرة تحتوي على آخر التحديثات مقارنة بالطائرات المالية القديمة نسبياً التي تم إسقاطها أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة إذا أعجبتكم هذه الحلقة اشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس حتى يأتيكم بكل ما هو جديد والجديد يأتيكم كل يوم خميس وأحد على الساعة الخامسة بعد الزوال بتوقيت جرينيتش كان معكم حمد القروي برنامجكم مع ربشو أراكم في الحلقة القادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر